نحي معكم ضيفنا ناب الفاضل المهندس عبدالله فهد لعنزي ابو مصعد مساك الله بالخير يا هلا مساء الخير وحياكم الله الله يسلمك و هذا أول ظهور لك معنا في برنامج جناب الكويت الله يسلمك و تشرف الله حبي شاء الله ما يكون لأخير الله يسلمك راح نتكلم عن قضايا كثيرة طبعا تم الشعب و كلها تنصب في الكويت الحبيبة لكن بداية كان لك تصريح طبعا أيام الترشيح بأنك قلت أن المجلس الماضي هو أسوأ مجلس مر على تاريخ الكويت السياسي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله و على الله و صحبه أجمعين كان هذا التصريح بناء على أفعال كل الشعب الكويتي جهدها و قوانين تم إقرارها و سكوت كان مطبق و صمت كثير من الأعضاء السابقين صمت القبور على قضايا مهمة مست الشعب الكويتي جميعا كان فيها سحب جناسي كان فيها امتهان لكرامة المواطنين فيها ملفات تم التعدي على كثير من الملفات بكرامة المواطنين في ذلك كان المجلس الماضي هو عنوان لكل القضايا الانتخابية في الانتخابات الماضية في ذلك اليوم نشهد هذه التعديلات بالقوانين كلها نعدل ما أساء فيه المجلس الماضي و إن شاء الله نستطيع تحقيق بعض من هذه الوعود الانتخابية التي وعدناها إخواننا في أيام الترشيح و إن شاء الله متفائل بالمجلس الحالي و ترى أن هناك توافق بين السلطتين و لكن هذه الأيام تشتد بينهم و الله لا أرى توافق كثيرا نحن مدينا أيدي التعاون للحكومة و لكن أنا لا أرى بالأفق تعاون كبير و لكن نتمنى أن نتغلب المصلحة العامة و الكويت اليوم قادت تعيش أيام وطنية يفترض كنا نسمع أخبار طيبة خلال هذه الأيام و لكن راحت علينا أيام الوطنية و كنا نتمنى أن يكون هناك تغليب للمصلحة العامة و تغليب للروح الوطنية و لكن كل الوعود التي تم وعدنا خلال هذه الأيام الوطنية تبخرت و اليوم نحن أمام استحقاق السياسي الوعود عفون كان من من بضبط الوعود كانت من الجهات الحكومية بأن مقابل تهديئتكم و هدوءكم مع المجلس و الانتظار طوال هذه الفترة بعدم التصعيد السياسي الذي يفترض أن نصعد فيه الفترات الماضية كان مقابلها وعود بأن ترجع الجناسي و تعدل القوانين و يكون حلحلة لبعض الملفات العالقة و لكن هذا لم يحصل و الشعب الكويتي كله كان يتأمل أن هذه الأعياد الوطنية و الأيام الوطنية كان يفترض أن يكون فيها عفو شامل إطلاق صراحة المعتقلين رجاع جناسي و لكن كل هذا لم يحصل من حمالية لكن مثل ما ذكرت الأمور التي قلتها أيضا مهمة جدا و حضرتكم مهتم جدا بقانون تعديل الجنسية إضافة إلى أحد التصريحات أو أيتها أنت بأنه أيضا بالجيش الذي شاركه في تحرير الكويت لازم أن يأخذون الجنسية إذا كان في منهم غير محدد الجنسية نحن نتقدم بتعديل على قانون منح الجنسية و أضفنا فقرة أن لا يقل عدد المتجنسين لهذه السنة عن 2000 كانوا أول يضعون أن لا يزيد عدد المتجنسين عن 4000 فكان هذه ثغرة تستغلها الحكومة بين لو جنس لواحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قال لك و الله أنا جنست و ارتزمت المرسوم و لكن اليوم نقول لا يقل عدد المتجنسين عن 2000 متجنس سنويا و يكون حاملة تحصى 65 و غير محدد الجنسية الذي يفترض أن يأخذون حقهم هذا اليوم نحن اليوم نقول أن قضية البدون ينقصها الأمل الناس اليوم فاقدة و ليس عدم الأمل نهائيا مع هذه الفئة لا بد أن يكون في بارقة أمل اليوم الناس تبدأ تسمع و تبدأ تشوف مواضيع التجنيس و مواضيع التعسف هذه تنتهي اللي قاعدة تصير من الجهاز المركزي القبضة للأسف التعسفية ما هو الجهاز المركزي عفوان معكم الجهاز المركزي الجهاز المركزي اجتماعنا معه في لجنة المقيمة بصفة غير قانونية البرلمانية و للأسف نحن وجدنا تعسف كبير و نشهد و نسمع و كثير من الشكاوى التي قاعدة تجينا من خلال هذه الفئة الطيبة و إخواننا دائما التعسف هو الحاضر نحن كنا مستفشرين بهذا الجهاز أن ننتقل من القبضة الأمنية إلى الواجهة المدنية و لكن هذه الواجهة المدنية أساءت إساءة مباشرة لمثل هذا الملف و التعسف اليوم حاصل و صاير في جميع اتجاهات اليوم الناس تحاربت في رزقها و تحاربت في وظائفها و وقفت حتى رخص قيادتها و الحياة تعطلت عند كثير من الناس لأجل تعسف هذا الجهاز في إعطاء مثل هذه الرخص و هذه الصلاحيات و حتى القيود الأمية نسمع عنها هذه الأيام لذلك القضية شائكة جدا و تحتاج إلى مزيد من الضغط النيابي على الحكومة و أيضا نحن كان من مطالباتنا أن هذا الجهاز لأنه جهاز لا رقيبة عليه و لا فيه وزير يتولى شؤونه هو جهاز يتبع مجلس الوزراء و لكن من هو الوزير المسائل عن هذا الجهاز لذلك نتوجه إلى إلغاء هذا الجهاز و ضمه إلى وزارة الداخلية حتى نعرف منه حاصل أبو مصعب هل العيل تكون هذه أحد الأسباب لأن هناك مطالبة إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جامل مبارك على قضية البدون على قضية البدون و قضايا أخرى لأنه هو الموضوع الجهاز عند مجلس الوزراء صحيح الموضوع محلول فهل يتم الاستجوابه هل التصعيد لهذا هل التهديد يعني ما تستطيع أن تسميه لا نحن نقول هذا الجهاز لابد أن يكون هناك وزير يتولى رئيس مجلس الوزراء لا يتولى وزارة نعم نحن نتحدث عن وزير يتولى هذا الجهاز في كل الهيئات و في كل الأجلسة في الدولة هناك وزير يتولى شؤونه ولكن مرسوم إنشاء هذا الجهاز لم يكن هناك وزير يتولى لذلك لابد أن أولا يكون هناك وزير مسؤول سواء بتعديل هذا القانون أو إلغاء الجهاز المركزي و يكون تحت وزارة الداخلية لأن التعسف اليوم في حق أخواننا البدون يجب أن لا يمر مرور الكرام القيود الأمنية يجب أن ترفع إن عاجلا أو عاجلا و هذه المسؤولية يتحملها وزير الداخلية لأن اليوم وزارة الداخلية يعني قاعد تتفرج على مثل هذا الملف و كل القضايا و كل التعسف و كل التضييق على أخواننا البدون قاعد يصير في الجهاز المركزي اليوم هذه الحكومة هي مسؤولة عن حل هذه القضية اليوم الأمل منعدم عند هذه الفئة فئة أخواننا البدون يجب أن يرجع الأمل كأننا نسمع في تجنيس اليوم لو تجنس ولد عم جارة قريبة الناس تبقى عندها أمل ولكن الناس اليوم الأمل مفقود ولا فيه أي توجه إصلاحي لهذه الملفات وأيضا القضايا الإنسانية لا تطرح لتستحقها هذه الفئة إذا نتحدث عن دولة إنسانية نعم، إذا تكلمنا مثلا عن أيضا قضايا المساعدات الاجتماعية وزيرة الشؤون هم كان لكم أنتم بعد دور وردة فعل بهذا الموضوع نعم، توجهنا بأسئلة برلمانية وتكلمنا مع الوزيرة بأن التعسف على أخواتنا المواطنات هذا لازم ما يقبل بأي حالة من الأحوال وين وصلت وياها؟ وصلنا إلى أن ألغي القرار نعم و أعطت الوزيرة الوزارة بمهلة لمدة ستة شهور لتقييم وإعادة تقييم الوضع ومشت المساعدات والله الحمد بضغط من إخواننا النواب والله الحمد و كان لنا مجهود بهذا الاتجاه ولكن دائما معالجات الحكومة هي اللي نحن نختلف معهم طيب، هناك ناس تستغل مثل هذه الأمور هناك شهادات غير معتمدة هناك ناس لا تكون موجودة في الكويت يجب لتحقيق يجب لتحقيق هؤلاء كم نسبتهم؟ خمسة، عشرة، عشرين بالمئة لا يجب أن تعاقب الآخرين لا يجب أن تعاقب الثمانين بالمئة الموجودة هناك معالجات دائما المزورين، نحن لا نرضى على المزورين في أي مجال من المجالات المزور يأخذ حقه، يحول للنيابة، يعاقب الذي تساهل معه من المسؤولين أو الموظفين أيضا يذهب للنيابة ولكن لا تحرم الثمانين بالمئة أو السبعين بالمئة أو التسعين بالمئة من المواطنات من هذه المساعدات لأن هناك تجاوز في مكان آخر نعم، والوزيرة تحتاج مهلة لترتيب وتنسيق وترتيب هذه الأوراق والملفات لكي كل شخص مستحق يأخذ حقه صحيح، و أنا الآن أعمل على تعديل بقانون لأجل هذه المساعدات حتى نحيطها بالإحاطة القانونية التامة التي ستساعدنا و تضمن العيشة الكريمة لإخواتنا المواطنات المتلقيات لهذه المساعدة أيضا تجعل الحكومة أمام مسؤولياتها بإلتزام بهذه القوانين و حقوق المعاقين، يعني من فترة بعد شفنا كانت لهم تظاهرة و كانت لهم بعد مطالبات فهل تابعتوا هذا الموظف؟ أيضا نفس المشكلة بالضبط التعاطي مع المعالجة هو التعاطي الأسوأ يعني اليوم إذا عندك مدعين إعاقة لا يجب أن تعسف مع الباقين اليوم إذا واحد على ويلد شير و إعاقته حركية و شديدة لأنه كل سنة تجيبه و تجدد معها هذه إعادة التقييم و ينتقلون من جميع محافظات الدولة أنت لم تجهزهم لا مراكز ولا تجهزهم ملجان طبية تكون عندهم و موجودة حواليهم في مناطقهم إذا أنت ما قاعد تسوي؟ الوزارة للأسف لا يوجد هذه الأدوات المعالجة حتى تبسط حياة الناس حتى تبسط الإجراءات هذه لماذا معاق يذهب إلى أماكن بعيدة و يعني يتعسفهم معه و الأماكن أيضا ما هي جاهزة حتى لأخوانا ذوي الاحتياجات الخاصة نحن قلنا و تقدمت مقترح بقانون أن عافية نعم تأمين عافية تأمين عافية يشمل ربات البيوت و يشمل أخوانا ذوي الاحتياجات الخاصة حتى نسهل للناس و هذه الفئات العيشة الكريمة و الرعاية الصحية التي يفترض أنها يتلقون هذا الذي نتمنى إن شاء الله و بعد الفاصل رادين بإذن الله معكم و مستمرين معكم عن نائب الفاضل المهندس عبدالله فهد العنزي و بمصعب اللقاء يكون قصير نوعا ما فسامحنا تكون الأسئلة يمكن كثيرة و لك الحرية بالإجابة تطولها و تقصرها لكن كلها طبعا هي أسئلة جدا بالنسبة لنا كشعب نحن مهمة هناك اختراحات حاليا من مجموع من النواب بموضوع أسعار الماء و الكهرباء نعم أيضا هذه من الأشياء التي تقدمنا فيها من مقترحات بقوانين أن أي تسعير على الخدمات أو فرضها لا بد أنها تكون بقوانين لا تكون من قبل الحكومة و تكون فيها الرقابة الشعبية من خلال المجلس الأمة حاضرة و أيضا لازم تكون عن طريق دراسات فنية معتمدة لا تكون الأمور جسافة و حوالينا زاد و نزيد معهم هذه لازم أنها تحاط بقانون و يكون قانون مشرع من قبل المجلس الأمة نعم و هذا نفس موضوع البانزين يعني نفس الشيء نعم نسينا البانزين و دشينا بالماء و الكهرباء بعدين بينا الضريبة لأن قانون الضريب سيطبق بعد سنتين لا يفترض أن المجلس يصادق عليه و بعدها يقر بالتالي ولكن أنا أقول أي معالجات بهذا الاتجاه المعالجات الاقتصادية التي تمس جيب المواطن فهي مرفوضة تماما إذا كان في شيء سيقبل بهذا الاتجاه أو سيقر بهذا الاتجاه يجب أن تكون من خلال دراسات و أيضا رقابة حكومية على هذا الوضع شفنا يوم زاد الديزل و وصل إلى مستويات و ارتفعت كل الأسعار و نزل إلى مستويات المعتادة و لازالت الأسعار مرتفعة فهناك أيضا في بون شاسع اليوم لا يوجد رقابة على التاجر و المتنفذ الذي يستغل مثل هذه الأمور و يستغل مثل هذه الزيادات على الشعب الكويتي فلذلك أي زيادات بهذه الاتجاه فهي مرفوضة و يجب أن تحاط بالرقابة الشعبية من خلال مجلس الأمة حتى لو كان الموضوع على مستوى كبير مستوى دول الخليج و مجلس تعاون الخليجي سيقرر هذه الضريبة ما وافقت عليها إلا الكويت و السعودية و أيضا هذه الاتفاقيات يجب أن تمر على مجلس الأمة و يجب أن تكون هناك قوانين تقر من قبل المجلس فلذلك أنا أدعو الشعب الكويتي لأن يراقب أعمال المجلس في الفترات القادمة للتصويت على مثل هذه الأمور نحن نبيكم مستعدين جداً على هذا الموضوع و أيضا الشعب الكويتي يجب أن يراقب بعد و يدقق على مثل هذه الأمور و التصويتات القادمة بمصعب نرى لك مداخلة في مجلس المورادين إن شاء الله أتحدى الوزير يروح هناك في العبدلي في العبدلي من غير حماية ضخمة حواليه أو بودقاردية أو غيره من أسباب الحماية و وسائلها مباني شبرات على منفذ حدودي أي طلقة تجيه من خارج الحدود تصيبه وي قياداته هذه ما هي تدابير أمنية أبدا سكن العزاب والبؤر اللي موجوده من غير أي غطاء أمني وقانوني لها تجمعات سكنية وسكانية خارج القانون أغلبها حتى قمنا نسمع سوق حرامية وسوق هنود وكثير من التجاوزات و أيضا في بعض المرايات لها خنادق وتروح وفي ممرات ما بين المباني وكلها تجاوزات صارخة أمنية خارج نطاق القانون السكراب والحراج ومواقف السيارات البعيدة عن العين هذه كلها خارج نطاق الأمن عن أي أخطار يتحدثون عشان نعرف عشان حذر الناس عشان ناخذ حيطتنا وحذرنا جبهة داخلية لازم تعزز و أيضا أمنية خطوات حثيثة لازم أن تتواجد على أرض الواقع بمصعب كلام جدا جميل وكلنا طبعا يعني حاسين في وقاعد اللامس هذا الموضوع متى أقعدتم تأتي قبضة من حديد و وينتي هذا الموضوع التجمعات والعزاب والجليب صحي أنا كان شعار حملتي الابتخابية حماية وطن نعم لذلك حماية وطن احنا قلنا فيه هناك جبهة داخلية جبهة تعزز من خلال إرجاع الجناسي من خلال اطلاق صراحة المعتقلين سياسيا و العفو الشامل و حل قضية البدون هذه كلها تعزز الجبهة الداخلية نعم إذا نحن قاعدين نتكلم عن خطر إقليمي ملتهب حوالينا و نحن في وضع لا نحسد عليه نهائيا أيضا هناك تدابير أمنية ما هي موجودة كان السباب الحل في المجلس الماضي هي الأخطار الإقليمي لحوالينا نعم و كان من أسباب الحل خلال هذه الفترة و هذا كان كلامي للرد على الخطاب الأميري و أيضا كان الخطاب الأميري استشعار الإخطار الإقليمي حوالينا و لكن التدابير الأمنية للحكومية هي صفر نهائيا من الدوحة موجود و هذا دليل صارخ على التجاوزات الخطيرة مخدرات و أسلحة و عدم رقابة حكومية عليه و قدمت أسئلة برلمانية بهذا الخصوص و أنا بنتظر إجابتها و أيضا مثل هذه الملفات التي تكلمنا عنها خارج العين الحكومية و خارج القبضة الأمنية و لكن شفنا القبضة الأمنية و كانت على المواطنين و على تجمعاتنا و على مسيراتنا كانت قبضة أمنية حديدية و لكن على مثل هذه التجاوزات التي تهدد خطرنا القول و لم نرى أي تجاوب حكومي المباني الحكومية في المنافذ الموجودة المباني لا ترتقي أبدا أن تكون مباني حكومية و اليوم هذا الحس الأمني ليس موجود عند إخواننا في الحكومة لذلك مثل هذه الخطوات يجب أن تكون حثيثة و يجب أن يحافظ على أمننا و يجب أن تكون العين الساهرة و القبضة الأمنية الحديدية على مثل هذه التجاوزات لا على المواطنين هذا اللي نتمنى يعني نتمنى كل هذا نشوفه بابن الله نرجع شوي بعيدنا و يعني ما على المجلس البلدي و حضرتك كنت نائب سابق في مجلس البلدي 2009 حاليا معلق المجلس البلدي للأسف المجلس البلدي يعني ما قاعد يأخذ حاصلة في الاهتمام لا الشعبي ولا الحكومي ولا حتى النيابي الأسباب الأسباب أولا قاعد يشوفون المؤسسة البرلمانية والتشريعية قاعد تنظر إلى هذه المؤسسة أنها مؤسسة تنافسية معهم يكون عضو مجلس بلدي بكرا يصير عضو مجلس أمة في ذلك ضايقوهم والحكومة قاعد ضايق عليهم هي أولى المؤسسات الديمقراطية في الكويت هي أولى المؤسسات الشورية اللي كانت موجودة هي كانت نهضة من نهضات البلد كانت من خلال المجلس البلدي وللأسف كل مجلس أمة يأتي و ضيق على مجلس الأمة كل حكومة تأتي و ضيق على المجلس البلدي من خلال بعض التشريعات وممارسات الوزراء على المجلس البلدي اليوم رأينا تعديل القانون الماضي في 2016 على قانون البلدية حد من صلاحيات المجلس البلدي ووضع بعض العراقين وبعض الخطوات التي لا يمكن أن تتحقق على بلد وهذا عكس المجالس البلدية في دول الأخرى صحيح هل قاعدت تعطى الاستقلال المالي والإداري وقاعدت تعطى الحرية في التنفيذ وهذا أمر لا حصل لذلك سنتقدم بمقترح بقانون يعيد بهذا المجلس البلدي ريادته وفنيته ومهنيته حتى لا يتحكم الحكومة وغيرها بمصير المجلس البلدي حتى يحاط بهذه الإرادة الشعبية الحقيقية هناك منتخبين هناك طوابير من الناخبين يرشحون الأخوة أعضاء مجلس البلدي يجب أن تحترم هذه الإرادة الشعبية مواضع كثيرة لكن من المواضيع التمنى جدا للإزدحام المروري اليوم كان في تصريح وكان أمس لنابل الفاضل وسام الشاهين بأن الأربع مليارات دولار تصرف سنويا على موضوع الإزدحام فهل هذا حقيقة؟ هذا من الأشياء التي طالبنا الحكومة بأن استفسرنا منها ووقعنا على الطلب بخصوص موضوع الإزدحام لجنة مرافق العامة و سيحال إلى لجنة مرافق العامة مشكلة الزحمة المرورية هي مشكلة فنية بحته يتعامل معها تعامل سياسي و تصطيح للأسف اليوم نحن نشهد الأزمة المرورية في كل ساعات اليوم نعم نقبل أن يكون هناك رشاور أو ساعة الذروة في وقت بداية الدوامات و نهاية الدوامات أما يكون ساعة الذروة على مدار اليوم حتى في الليل هذا غير مقبول نهائيا هناك خلل كبير اليوم عقلية متخذ القرار هي عقلية مركزية في العاصمة اليوم هناك 15 ألف سيارة أو 20 ألف سيارة تنتقل من الجهرة إلى العاصمة وهناك مثلها وأكثر تنتقل من محافظة الأحمد إلى العاصمة هذه العقلية بمركزية العاصمة هي التي تسبب لنا هذا القلق و هذه المشكلة لماذا لا نخلق فرص وظيفية حقيقية و مجمع وزارات مصغر و كليات و هيئات تطبيقية و بالجامعة و أفرعها في كثير من المحافظات البعيدة عن العاصمة و مثل هذه الأمور هي التي ستفك الأزمة المرورية و هي التي ستخلق لنا فرص وظيفية و هي التي ستكون فيها مباني حقيقية لا البعثر هذه الموجودة المليارية هنا و هناك يجب أن يركز يجب أن تكون العقلية مختلفة تماما حتى لا يجينا مثل و الله حل و الله منعوا الوافدين لا يشترون هذا و تشددوا في الليسن هذا كلام تضد هذه الاختراحات هذه كلها اختراحات ما تصب في صميم المعالجة الجذرية لها هذه المشكلة اليوم وقف طريق مثل طريق الغزالي بهذه الطريقة و بهذا التوقيت و من غير أي استعداد و من غير أي مقدمات للشعب حتى تعلمهم بخطة مرورية لكن هناك جسور و تصليح شوارع هذا هو الهدف طيب لمدة سنة كاملة سيستمر هذا الوضع لأن اليوم المعالجات لمثل هذه القضايا الفنية البحتة يجب أن تكون حلول جذرية لا حلول ترقية ما يختلف بيننا و بيننا نقول مثلا نقارن بشكل عادل صراحة مع دبي بنو القطار و بنو الشوارع و كل شيء هل تم ازعاج و زحمة مرورية مثل عندنا؟ لا لا منها موجودة و كيف تقنيات تستخدمونها لا نستطيع استخدمها؟ لا هناك تقنيات موجودة البحرين مثل البحرين يعني الدولة الشقيقة عملت تطويرات و كذا و لو أغلق بعض الشوارع عندها سببت زحمة ولكن استخدموا تقنيات يبنون أون سايت على قولتهم و على الطريج نفسه نحن قاعد نسوي؟ لا نسويها لماذا نسوي؟ ما نقصنا؟ يعني الأشياء متخذ القرار هو يشتغل بالعقلية القديمة بالعقلية التي يفترض أنها تعاقدية و يخلص بعد 4 أو 5 سنوات لا لديها مشكلة ولكن هناك بعض الدول سبقتنا بمثل هذه العقود أن هناك مكافأة إنجاز إذا استعجلت و خلصت بصراعة مثل هذه المشاريع سيقدم لك مثل مكافأة إنجاز لا نحن لدينا بل كويت مكافأة لا موجودة أبدا و أيضا لا يوجد استخدام التقنيات الجديدة و العصرية حتى تقضي على كثير من هذه السلبيات و نرى أن لا يوجد تنسيق ما بين وزارة الداخلية و الأشغال فيما يخص بعض هذه القرارات يجب أن تكون هذه القرارات شاملة و حلولها جذرية لا تسبب أزمة و زحمة مرورية و تزيدها و لمدة سنها مثل هذه الاختناقات سنواجهها و سنعايشها بالمستقبل نتمنى جهودكم طبعا أكيد و عيننا اللي صراحة نحن نشوف فيها كشعب نتأمل إن شاء الله حتى من وزير الأشغال اللي وعد بأنه سيبدل جهود حثيثة في هذا المجال و سنتابع و نستدعي في لجنة المرافق العامة لإطلاع على آخر المجهودات نبريحك شوية و نطرع فاصل إن شاء الله و سنرجع نكمل الحديث أرادين لكم إن شاء الله مستمرين معكم و مع النائب الفاضل أمور صراحة كثيرة مهندس عبدالله و دي نسولف فيها لكن أنا ودي أقرأ هذا التصريح النائب دكتور جمعان الحربش قال إن النواب إذا لم ينجحوا بتعديل قانون المسيء فسيتم وقف العمل به بأثر رجعي تعليقك هذه من الأشياء التي تحدثنا عنها أن يجب أن لا تكون هذه الأداة بيد السلطة حتى تستخدمها استخدام سيء بمنع الترشيح لخصومها السياسية في ذلك تقدمنا بمقترح بألغاء هذا القانون و إذا ما حالفنا الحظة و جمعنا الأغلبية النيابية لإقراره سوف نذهب لاتجاه الآخر بأن لا يكون تطبيقها بأثر رجعي حتى لا يحرم كثير من الأخوة السياسيين لينتهجوا النهج الأصلاحي و كان لهم مواقف سابقة بأن لا يكون هذا سيف مصلط على استخدامها السياسي و يحرمونهم من الترشيح مستقبلا و هذا أيضا يخالف مواد الدستور القانونية اللي يفترض أن تحترمها السلطة من خلال هذا التوجه نعم أيضا بعد قضية أخرى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي هم بعد كان في موضوع أن يقدم استقالته بسبب وكيل و القصة هذه كلنا التي نعرفها فهل تبت فيها أو لا إلى الآن نحن قدمنا بيان من 15 نائب من النواب الكرام و دفعنا باتجاه الإصلاح في وزارة الصحة و طالبنا وزير أو رئيس الوزراء بالتدخل لدعم هذا التوجه الإصلاحي للوزير و يفترض أننا اليوم لا نشهد صراح حكومي حكومي داخل أروقة الوزارات اليوم نحن يهمنا الإصلاح داخل الوزارات اليوم الفساد المتجذر داخل هذه الوزارات يجب أن يقضى عليه يعني هذه شهدنا حالة من الحالات في وزارة الصحة و يجب أن يدعم كل وزير له نفس إصلاحي كل وزير يريد أن يصلاح لازم أن يدعم نيابيا و حكوميا أيضا و لكن الاستقطاب الذي نرى هذه ظاهرة غير صحية و لا تكون في صالح الوطن اليوم نحن لا نشهد وزير انتصر على وكيل و لا وكيل انتصر على وزير هذا يفترض أن يجب أن لا تكون على الساحة السياسية بهذه المعطيات و هذا أتوقع فشل ذريح من قبل الحكومة في التعاطي مع هذا الملك نحن ندعم كل وزير إصلاحي و شددنا على يد وزير الصحة الدكتور جمال حربي على جميع الإجراءات الإصلاحية اللي راح يتخذها و أي وزير من الوزراء راح يتخذ نفس الإجراء نحن راح نكون داعمين له و إذا أي وزير من الوزراء أيضا انتهج نفس النهج القديم أو حاول أنه يعني يفسد في أي وزارة من الوزراء راح تكون منصة الاستجواب هي الفارقة ما بيننا و بيننا هل نتوقع أنه راح تكون لأيام القادمة مرحلة ساخنة بين بينكم و بين الحكومة بين السلطتين والله ليسخن الأجواء هي موقف الحكومة من القوانين اللي راح نعدلها في جلسة سبعة ثلاثة نعم فهي جلسة فارقة و ندعو الشعب الكويتي أن يكون حاضر و أن يكون مراقب لأعمال نوابهم في دوائرهم اللي يفترض أن يمثلون الأمة و أن يحترمون الدستور و قوانين الدولة و الذود عن مصالح الشعب هذه الجلسة هي فيها كثير من القضايا المهمة و الملحة اللي يفترض أن تكون الحكومة إذا أرادت تعاون مع المجلس و إذا أرادت أن تمد يد التعاون لنا مثل ما نمدينا أيدي التعاون المحك يوم سبعة ثلاثة في الجلسة القادمة اللي يفترض أن يصير فيها تعديلات على قوانين مهمة هل هي رح تكون الجلسة هذه كتمهيد لمن سيستجوب فيها الفترات القادمة من الوزراء لأن كل وزير الآن عندكم ملفات كبيرة نعم صحيح هي أقولك هي عنوان لمرحلة نعم إذا شفنا أن الحكومة اتجهت إلى التهديئة و اتجهت إلى إعطائنا مثل هذه الملفات و الموافقة عليها نحن رح نتعاون مع هذه الحكومة إذا اتجهت بالاتجاه الآخر عرفنا أن هذه الحكومة ستصعد و مثل هذه القوانين لن نتنازل عنها بأي حال من الأحوال لربما يتم تأخيرها من قبل الحكومة لربما أن يستغلون بعض الفقرات التي تتيح لهم أنهم يستغلون الوضع الزمني ولكن نحن مدام أننا موجودين في هذا المجلس لن نتخلى عن مثل هذه القضايا التي آمننا فيها و راح نتج فيها إلى آخر المشوار بإذن الله تبارك هذا صراحة نتمنى أنا كمواطن و كل المشاهدين الذين يروننا بأن الأمور تكون أفضل و نحن في الكويت لدينا خطة قادمة سنة 2035 أن الكويت تكون مركز مالي و تجاري عالمي بكل صراحة هل أنت متفائل بهذه الخطط القادمة؟ إذا تعاطي الحكومة مع هذه الملفات بهذه الطريقة لا أنا لست متفائل نهائيا بهذه الخطط هذه الخطط قاعدة تجينا من ثقافات هجينة و قاعدة تجينا من مراكز دراسات أيضا أجنبية لا قاعدة تراعي الشأن المحلي ولا قاعدة يراعى فيه كثير من الجوانب هي أفكار و أحلام كبيرة أي البو مصعب أن تكون مكانك راوح إذا قاعد تقول عن خطة 2035 بين الكويت تكون مركز مالي و تجاري و مشروع الشمال و ميناء أمبارة و تكون لدينا ثقافة و سياحة عالمية يعني مناطة شديدة تقول هذا كل ما أريد أن يصبح أخي الكريم هناك خطة و اسمها مخطط هيكلي و معد بمرسوم و يرسم سياسات الدولة إلى 2030 نعم و هذا مو شيء جديد 2040 بعد 2030 هذا المرسوم الذي طلع فيه 2005 هذا المرسوم لم يتم احترامه و أنا كنت عضو مجلس بلديو و كنت رئيس لجة المخطط الهيكلي و وقت ما كنت في عضوية المجلس و لا مؤسسة من المؤسسات كانت تروح بهذا الاتجاه كنا نسأل سؤال حتى للقيادة و للمسؤولين الكويت بعد 30 سنة شنو إيه شنو المركز الكويتي اللي راح يكون موجود هل هي مركز صناعي هل هي مركز مالي هل هي مركز تجاري سمو الأمير قالها مركز تجاري و مالي عالمي الخطوات العملية اللي قاعد تصير ما راح تودينها إلى النتيجة هذه أبدا لا فنيا ولا تشريعيا ولا حتى قانونيا وين تشجيع الاستثمار وين الهيئة الاستثمارية كل ما موجود في هذا المشروع تمام ولكن أنا قاعد أتكلم لك عن التطبيق العملي على أرض الواقع ما هو موجود هي أفكار حالمة وأفكار ممتازة و لكن مثل هذه البيئة اللي راح نشتغل فيها أبدا روح أسأل لي أي مستثمر أجنبي أو محلي إذا كانت تمشي معاملاته على حسب النظام هناك الرشاة مستشرية اليوم في جميع وزارات الدولة و قاعدين نشوفها و نشهدها و قاعدت ترعى من جهات حكومية و غير حكومية هذا خلق الأجواء الفاسدة مثل هذه الطريقة ما راح تؤدي إلى مركز مالي أو تجاري حنا نأمل و نتأمل و نطمح أن يكون هذا الوضع مستقبلا عندنا و لكن بهذه الخطوات قاعدت تتخذ الحكوم لازم تكون شفافة أيضا من الحكومة و يجب أن تكون واضحة المعالم ما هي مبهمة فإذاك هذه الخطة اليوم اللي كنا نطالب الحكومة فيها بأن تقدم لنا خطة عملها و خطة تنفيذية لها إلى الآن ما قدمت لنا أي خطة تنفيذية و خطة أعمالها لهذا دور العقاد و أيضا للسنوات المقبلة الأحلام كبيرة و الأحلام كثيرة و الدراسات كثيرة كل نهايتها إلى الأدراج و لا راح يطبق منها سؤال أخير هل سيصطدم مجلس الأمة مع مثل هذه المشاريع القادمة إذا ما كانت قانونية و إذا كان فيها تجاوز على حقوق المواطنين و مستجوبهم نحن راح نوقف لها بالمرصاد و لكن إذا كان فيها مصلحة عامة و إذا كانت خطوات حثيثة راح نكون داعمين لها و داعمين لأي خطة إصلاحية فيها نفس مستقبل أن يطور الحياة و يطور البنى التحتية و يطور حياة الإنسان العايش على دولة الكويت أما الملفات التي نشوفها يمنة و يسرة لا نشوفها بالاتجاه الذي سيحلق و الديوان الأميري أكبر شاهد على هذا الوضع اليوم الديوان الأميري يقوم في مجهودات و في مشاريع جميع مؤسسات الدولة و هذا خطأ و هذا ليس دوره و هذا ليس دوره و نتكلمنا في هذا الاتجاه مرارا و تكرارا إذا هذه الحكومة في نظر الديوان الأميري غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع فلترحل الحكومة بكل اختصار إذا هذا الديوان لا يرى التأهيل الفني و القانوني بالمشاريع بإقامة هذه المشاريع فليرحل كل مسؤول لا يتمتع بمثل هذه المواصفات إذا قاعدنا نتكلم عن احترام المؤسسات أو لا احترام المؤسسات يجب أن تكون من خلال الديوان الأميري و عدم التوسع هذا التوسع الذي نشهده من خلال الديوان الأميري و تنفيذ المشاريع يجب أن يكف يده عن مثل هذه المشاريع و على الحكومة أن تحترم نفسها و تحترم تخصصاتها و يجب أن يحترمون كل المؤسسات الدولة الموجودة مثل ما نحن نطالب بهذا الفصل التام بين السلطات الثلاثة أيضا على السلطة التنفيذية تحترم مثل هذه الخطوات التنفيذية و ألا يتوسع الديوان الأميري في صلاحياته التي أعطيت له خلال السنوات الماضية شكرا لك أبو مصعب النائب الفاضل المهندس عبدالفهاد لعنزي و إن شاء الله مستمرين معكم في البرنامج